وبداية الأنظار كلها تتجه سوب زيارة السوداني إلى واشنطن فكيف تقرؤون مدى ثقل هذه الزيارة وأهميتها في الوقت الحالي اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها في بغداد قبل أكثر من عشر سنوات هذا هي ما زالت هي قيد المناقشة ولم تبدر منها أي تحركات جدية لأن تكون المفاصل أو البنودة التي تتعلق بها هي قيد التطبيق وهي أعتقد باستطاعتي أن أشبهها به فقط بأنها حبر على ورق لم يذهب جميع رؤساء الوزراء السابقين لتفعيلها بشكل صحيح أو من خلال الذهاب إلى اتفاقات مبدئية أو إلى مباحثات جادة من قبل الحكومة العراقية مع الإدارة الأمريكية لأجل حل هذا الملف الشائك الذي هو يصب في مصلحة العراق ومصلحة الولايات المتحدة ومصلحة المنطقة بأي شكل من الأشكال هناك ملف في غاية الأهمية كان من المفترض أن يتم أخذه بعين الاعتبار وهو أعتقد ينبغي أن يكون ضمن قائمة والملفات التي ذهب إليها السيد السوداني في زيارته الحالية وهو موضوع ملف تمكين السيادة العراقية وكيف ممكن أن تساهم الإدارة الأمريكية في وضع محددات وعوامل تذهب من خلالها إلى أن يكون للعراق سيادة كاملة على أراضيه وعلى أجوائه وعلى المصارف العراقية التي هي اليوم أصبحت ليس بمنآة كبير عن العقوبات من قبل الخزانة الأمريكية والتي ينبغي إعادة النظر بها من جديد من أجل أن لا يتصدع الاقتصاد العراقي الذي هو بأمس الحاجة لهذه المصارف أما الزيارة التي هي اليوم وبقية المفاصل الأخرى هي تتضمن أهم سبع بنود من اتفاقية الإطار الاستراتيجي ومن ضمن هذه البنود الذهاب إلى توقيع عقود شراكات مع كبريات الشركات الأمريكية بالإضافة إلى ذلك أن يكون هناك تفعيل للجنة المشتركة الـ HCC التي هي سوف تؤدي بنهاية الأمر إلى تذويب جميع المشاكل أو العقد أو العقبات التي كانت هي في السابق متواجدة على أرض الواقع لكن رغم ذلك أنا أرى بأن هذه الزيارة هي زيارة محورية ومفصلية وهي ليست كما يراها البعض بأنها ذهاب للتوقيع على إنهاء مهمة التعالف الدولي من يرى هذا الشيء ويعتقد بأن السيد السوداني ذهب للتوقيع على إنهاء المهمة فهو هذا غير صحيح وإنما كهنالك والدليل على ذلك لا يوجد هناك أي مسؤول أمني رفيع في زيارة ضمن الوفد الذهاب إلى واشنطن علينا اليوم أن نذهب بحرافية تامة لتفعيل الملفات الاقتصادية المهمة بزيارة السيد السوداني التي هي من خلالها أيضا تتضمن بشروع ميناء الطريق الاستراتيجي طريق التنمية بالإضافة إلى مشاريع الغاز ومشاريع التنمية المستدامة التي تصب في مصلحة العراق بكل الأشخاص نعم طيبة